خلونا نشوف هذا التقرير من رسالة الجونة مهرجان الجونة الذي افتتح ولكن بأجواء غير احتفالية وزي ما انتم شايفين احنا حتى ما روحناش للافتتاح كعادتنا افتتح المهرجان ببرنامج نافذة على فلسطين ايضا المهرجان بيعرض مجموعة من اهم الافلام التي تناورت القضية الفلسطينية الفنان محمود حميدة في حفل الافتتاح قال اننا لن اطلب منكم ان تقفوا دقيقة للحداد انا عايز نفضل متذكرين الوضع في فلسطين ونفضل يبقى ماثلا امامنا والحقيقة انه هذا الفنانة يسرى ايضا كلمت على شعار سينما من اجل الانسانية وان الفلن سلاح ونهدي هذا المهرجان الى شعب عظيم علم الجميع اسمى معاني الانسانية في حين ان عدمت منه الانسانية وقالت لي الفلسطينين انتم دايما في قلوبنا وحتفضلوا في قلوبنا